لو قلت لك بكرة رشح لحد يبقى رئيس لجنة الحكام مصري واسمه وانا بسألك السؤال ده ليه؟ عشان اشخصيا وانا بشتغل في الاعلامة هو وكسير من جميل الكورة ما بقاش عندها ثقة كبيرة وانت واحد على فكرة من الاسماء العظيمة في التحكيم المصري وكمسؤول وحكم بس ما عندوش ثقة كبيرة في اي مسؤول مصري تحكيم عشان برضو حتى اللي كانوا موجودين رؤساء لجنة الحكام كان دايما بيعليهم كسير من الانتقادات والهجوم فاجأ قل لك قل لي اسم او كادر جديد فبنبقى محترين انت لو قلت لك بكرة مين يبقى رئيس لجنة الحكام المصري بما فيهم اسمك يعني لو تجي تقلت لي ايه توفيق السيد هو اللي يبقى رئيس لجنة الحكام مين اللي انت شايفه؟ سامير عثمان سامير عثمان اه ومع ياسر عبد الرعوف اه احنا في الاتحاد الدولي في ماسيمو بوساكا اه وبرلويجي كولينا صحيح واحد ماسك الادارة الفنية واحد ماسك رئيس لجنة الحكام اه ليه اخترت سامير عثمان وياسر عبد الرعوف انت حدث قلت عايز وجوه جديدة اه لم تتولى الامر من قبل صحيح يمكن سامير تولى الموضوع لمدة اسبوعين وبعد كده حصل تغيير في اتحاد الكورة صح اه هم فضلوا كابتن جمال غندور كابتن جمال كلم سامير سامير ما وفقش لانه دي طبعا حاجة ترجع له وكان قراره صحيح اه اه انا شوف سامير في المرحلة الحالية والانسب عنده توافق من جميع الاندية لما يتمتع به من عنده كارزمة خاصة سامير عنده حيادية تامة اه راجل مصقف اه بشتغل في التحليل وده بيدي خبرات كبيرة جدا بقاله سنين اه سواء في مصر سواء في المملكة اه كابتن ياسر عبد الرعوف حكم كبير كان عنده التجربة اشتغل مع كابتن جمال غندور بشتغل مع كابتن أسام عبد الفتاح اه ياسر عنده بيحاضر كويس جدا اه يعني عندك الاتنين هيكملوا بعض انا اشوف الاتنين هيكملوا بعض ممكن هم يضيفوا بعد كده اسماء معاه اه في اللجنة برضه من الناس الموجودين الكوادر او اللي هم اللي شوفين حد موجود في اللجنة الحالية واللجنة الحالية على فكرة فيها الناس محترم عادة اللي بيحكم في كاس العالم عندنا بيبقى رئيس لجنة حكام هو مش شرط هو مش شرط ان انت تدير وكابتن حسام محكمش كاس عالم كابتن محمد حسام محكمش كاس عالم لكنه كان اعظم من قدر لك انت حكام الموضوع الادارة يا كريم ملاقاش علاقة بالتحقيق هتفي معاك اه مشكيه كنت عيسألك جاهد جريش احكم كاس عالم ميدرش لا يدير ليه ميدرش لا انا ما قلتش ميدرش يعني انا بقول انا اتكلمت عن خبرات وكبرت على سامير كخبرات طبعا ياسر كخبرات يجي انا قلت بعد كده ممكن سامير و ياسر يختاروا معاهم كابتن جهال ويختاروا اسماء اخرى ويختاروا اسماء اخرى وليه لا ما يبقاش عندنا عديد من الكوادر ويبقى عندك ممكن يجيبوا اي حد عندك عندك الكوادر تعدهم انت بقى انت النهاردة سامير انا اسمعت مثلا كابتن جمال بيقولك احنا لو الشباب مسكن نعمهم السامير عنده 52 سنة ما بقى الشباب ولا حاجة ياسر نفس الشيء اه ما هو الشباب ده الشباب ده يعني احنا لازم الشباب عندنا يبقى كاسر الخبسين يعني برضو من الحاجات هي الفكرة في كده انت بتجيب لجنة ومع المترى هو طبيعي انه الرئيس لجنة الحكام بيبقى يعني سنه كبير عشان هو بيخلص متأخر فطبيعي يبقى سنه اه طبعا بيبقى 45 سنة فبالتالي بتعمل لا اعمل كوادر يعني سامير ممكن يشكل لجنة فيها طوافق كبير جدا سامير زي ما قلت لو حضرتك مع ياسر عبدالرقوف ممكن لو هم حابين يجيبوا كابتن جهات جريشة معهم انت بتقول لي فيها طوافق حلوة الكلمة دي اه طبعا الطوافق ده مهم جدا اه طبعا يعني مش شرط تكون اسماء كبيرة وبس خالص اللي يبقى فيه بينهم طوافق بس بزبط لازم الطوافق ده شيء مهم جدا وان كل اعضاء لجنة الحكام الموجودين انت بتختارهم كلهم على طوافق تام كلهم عندهم علم كل واحد في مكانه يعني فيه ادارة والادارة اهم شيء خلي بالك يعني انا قلت لحضرتك بحاجة من شوية قلتلك لو انا حضرت للحكم والحكم بدنيا جاهز وفنيا جاهز والكلام ده كله جاهز ولكن انا حطته في المباراة خطأ بيفشل